موسيقى مشاهدين في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج السوديو الجزائر التي سنتكلم فيها عن عدة مواضيع تتعلق بأحداثها الساعة وعلى رأسها قضية الحكومة الجديدة حكومة الرئيس عبد المجيد تبون الأولى التي استلمت اليوم رسميا المهام واستلمت معه مشاكل عديدة عاشت عليها عدة قطاعات في الجزائر سنتكلم عن الشكل وعن المضمون يتكلم البعض عن حكومة بأكثر من أربعين وزير لأول مرة في الجزائر وعن استحداث وزارات لأول مرة في الجزائر لها علاقة بالصناعة بالتجارة بالاقتصاد ماذا يدل هذا الوضع وعلى ماذا تؤشر هذه القرارات هذه الحكومة الجديدة ملفات ومشاكل كذلك سياسية واقتصادية تنتظر هذه الحكومة نتكلم كذلك عن تعديل الدستور الذي تعهد الرئيس تبون بأن يعدل في الأسابيع الأولى من ترأسه للجزائر فهل سيكون دور هذه الحكومة مقتصرا على تمهيد الأوضاع لتعديل الدستور وكذلك تمرير بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية أم أن عمر هذا الوزاء هذه الحكومة سيعمر طويلا سنعود كذلك إلى المشاكل الاقتصادية ونعود كذلك إلى تصريح سابق في فترة الحملة الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون الذي قال سأنصف المظلومين من العصابة وهو الذي يفهمه وتفهمه عدة عائلات جزائرية بأن عبد المجيد تبون قد يتوجه نحو إصدار عفو رئاسي عن المسجونين ظلما أو إعادة فتح ملفات المسجونين ظلما ونحن نتكلم عن تواجد وزير العدل السابق طيب لوح في سجن الحراش قبل أن يفصل في قضيته وأن يحاكم فكيف سيتعامل الرئيس تبون مع هذا التصريح وهل ستكون كذلك مصالحة مع الكفاءات التي ظلمت في المرحلة السابقة الحديث حول هذه المحاور مشاهدين يحضروا معي هنا بالأستوديو الدكتور العيد زغلامي وهو أستاذ في الإعلام والاتصال أهلا وسهلا بك دكتور مسهلا خير شكرا على الاستضافة شكرا جزيلا والأستاذ عبد الرحمن هادف وهو مستشار في التنمية الاقتصادية أهلا وسهلا بك أهلا شكرا على الاستضافة شكرا لك والأستاذ حمزة برش وهو ناشط حقوقي أهلا وسهلا أهلا وسهلا خير على المتابعين شكرا جزيلا أنطلق معك أستاذ حمزة برش قبل أن نتكلم عن الحكومة وعن استلام المهام واستلام كذلك الملفات والتركة الثقيلة التي استلمت هذه الحكومة هناك عائلات لمواطنين جزائريين يتساءلون عن التصريح الذي تكلمت عليه التصريح عبد المجيد تبون أثناء الحملة الانتخابية وهو الذي قال سأنصف المظلومين من العصابة هناك يتساءل ويربط هذا التصريح بالمادة 91 من الدستور الفقرة السبعة والتي توتيح لرئيس الجمهورية أن يصدر عفوا عن المساجين أو أن يتعامل مع العقوبات أو أن يبدلها كيف يمكن أن يتعامل عبد المجيد تبون مع هذا التصريح هنا نعلم بأنه عادة ما كان يصدر العفو الرئاسي عن الرؤساء السابقين للجزائر في المناسبات والتواريخ الوطنية إلا أنه في المرحلة السابقة لم يكن بإمكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لأن الدستور لا يمنح له هذه الصلاحية في هذه الجزئية بالذات كيف تتوقع أن يتعامل الرئيس مع هذه القضايا العالقة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين تحية مسائية للإخوة الضيوف معنا في هذه الحلقة المباشرة أولا لابد للمشاهد الكريم أن يعي أمر ضروري وهم جداً أنه للرئيس الذي انتخب يوم 12 ديسمبر 2019 من بين مهامه المخوى له دستوري وفقاً للمادة 91 من الدستور وليس يوم الفقرة سبعة التي تمنحه الحق في إصدار العفو الرئاسي وكذلك تخفيض العقوبة أو استبدالها لكن هذا الحق لا يمكن له أن يمارسه إلا إذا كانت الأحكام القضائية حائزة لقوة شيء مقضي فيه أي أنها لا بد أن تكون أحكام نهائية بما أن القضايا التي ما زالت عالقة وهي قيد التحقيق أو قيد المحاكمات لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يمارس حقه في إصدار العفو أو تخفيض العقوبة أو استبدالها معنا حتى في حال صدر عفو عن المساجين سيتعلق الأمر بالذين صدرت في حقهم عقوبات وأحكام نهائية أحكام نهائية حصراً لما نقول أحكام نهائية يعني تستنفذ كل الطرق التعن العادية وغير العادية لما يكون حكم نهائي بات في الموضوع حينها فقط يخول الدستور بموجب المادة 91 في قراءة 7 أنه يصدر عفواً ويقصد هنا بالعفو وإعفاء المتهم من كل العقوبة أو تخفيض في العقوبة أو استبدالها والاستبدال هنا نصت عليها بعض المواد في قانون العقوبات كاستبدالها بالعمل للصالح العام وبالتالي فإن رئيس الجمهورية رغم هذه الصلاحية التي خولت له بموجب الدستور لا يمكن له أن يمارسها إلا في حدود ضيقة جداً وهي متعلقة بالأحكام نهائية ثاني شيء اللي هو نقطة أساسية ممكن قد يتسأل بعض ما هي طابعة الأحكام التي يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر فعل أحكاماً أو عفواً فيها في هذه الحالة بموجب مدى 91 من الدستور يخول له الدستور أن يمارس حقه رئيس الجمهورية في إصدار عفو على أي تهمة يرىها ملائمة لاحظنا في عديد من المحطات السابقة خلال العهدات السابقة للرئيس المخلوع بوتفليقة أنه كان يمنح عفو رئاسي بتخفيض العقوبات وكانت تلك المراسيم التي متعلقة بالعفو الرئاسي كانت محصورة في جانب ذيق جداً من التهم يعني كانت مثلاً جناية القتل جناية الفساد هذه قضايا كلها مستثنات من العفو الرئاسي لكن الآن وقد لاحظنا كلنا خلال الحملة الانتخابية أن رئيس الجمهورية عندما كان مترشحاً لرئاسة صرح بصريح العبارة بأن هناك ليس هناك عفواً في مجال مكافحة الفساد وبالتالي نتوقع أن يكون هناك عفو رئاسي باستثناء المواد المتعلقة أو الأشخاص المتابعين بموجب قانون الفساد معنا تتوقع بأن يصدر هذا العفو في مرحلة قريبة أو سيكون هذا على المدى الطويل؟ نتفق على أمر أساسي وهو أن لرئيس الجمهورية يحق له أن يصدر عفواً ما تشاء وجرة العادة حتى خارج الأعياد الوطنية والمناسبة له حق غير مقيد دستوري عندك أحكام نهائية رئيس الجمهورية بأي مناسبة كانت أو بدون مناسبة يمكن له أن يمارس هذا الحق لكن ما عاهدناه خلال فترات سابقة من الحكم بعبد العزيبوت في الإقال أربع عهدات لاحظنا أنه لا يوجد هناك عفو إلا في مناسبتين مناسبة عيد الاستقرار الخمسة جوي ومناسبة ثمانية مارس عيد المرأة وعيد المرأة لما يكون في عفو رئاسي محصور فقط للأحكام المتعلقة بالنساء طيب بالعودة إلى التصريح الذي أطلقه عبد المجيد تبون لما كان مترشحا قبل أن يصل إلى الرئاسة سأنصف المظلومين من العصابة ونحن نعلم بأنه وزير العدل سابقا في الجزائر متوجد في سنة الحراش بمعنى أن هناك إمكانية أن عدد من المواطنين قد سجنوا ربما بتعسف أو بظلم نعم هو من حقه يمارس حقه في هذا الأمر وخصوصا الأحكام التي كانت في ظل العصابة السابقة أكيد فيه ناس ظلموا في عهداته وأنا كنتم بين الناس وقد ظلمت في أول عهدة لرئيس الجمهورية سنة 2004 وزجبي بالسجل لأني خرجت جهر النهار وقلت لا لحكم بودفليقا ومازال حتى الآن حكمي في صاحب سابق القضائية كان بثاف الناس الذين أدينوا بموجب قانون مكافحة الفساد وأدينوا بموجب قانون العقوبات ليس لسبب إلا لأنهم كانوا ينادون بلال الفساد وخير دالي على ذلك هذا الرئيس الحالي من بين ضحايا العصابة وزير العدل الحالي من بين ضحايا العصابة ولكن لم يسجنوا لأنهم أيديهم بيضاء لم يجدوا ملفا أو أي شيء يمكن إدانتهم بها وبالتالي فإن أعتقد أن رئيس الجمهورية رغم هذا التصريح لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يصدر عفوا أو تخفيضا في العقوبة أو استبدال العقوبة في القضايا التي ما زالت قيضة تحقيق أو التي لم تكتسي طابعها النهائي وبالتالي أعتقد أن العفو سيكون حصرا بالنسبة للأشخاص الذين ظلموا في عهد العصابة وعندهم أحكام نهائية وهم قابعون الآن في السجود يستفون عقوبتهم دكتور العيد زغلامي إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الالتزام بالتعهدات وبالوعود لرئيس في العلاقة مع شعبه شكرا جزيلا أولا نشكرك على الطبيق شكرا لها المساعدة وإلى حضور الكريم والطاقم العامل معك وكذلك إلى الجمهور وعيد سعيد للجميع وبحكم أن الحياة أفراح وكذلك أقرح فهذه بمناسبة أو بالأحرى وقدم تعازية الخالصة إلى عائلة المرحوم محمد صلح دمري الذي وفته المنية المرحوم الخميس وتم دشعه اليوم فاسكنه الله في سيحة جينانه إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد هو قدم 54 التزام هناك التزامين حققهما التزام الأول هو تعهد بأن يعين وزير 26 سنة من المنموس نقطة ثانية التزامة بإنشاء وزارة الإحصائيات ووزارة كذلك الاقتصاد الرقمي الإحصائيات وطبعا نحن أقول لك الإحصائيات قال بني لا يمكن لأي حال من الأحوال أن أتخذ قرارات إذا ليست لديها معطيات وبيانات من الموزة ونظن السيد المشرف عليها وهو السيد بشير مصدفة نظن عنده كان يعني تواجد على رأسها سابقا سابقا وفيها الاستشرف فارتقبوا بأن الآن التسيير أو يخذ القرارات سيتم على قاعدة على قاعدة وعلى بيانات من الموزة هذا الذي نفتقره إلى حد الآن هذه القرارات الارتجالية والأبروكسيماتيف هذه كلها لازم تتنحها إذن لابد الآن من هنا فصاعدا لابد أن ندقق في هذا الأمر لأن الجزائري لا يعرف ماذا يستهلك لا يعرف فين يتوجه إذا كل معطيات لابد يعطي نظر فيها وانا ارتقبوا من السيد بشير بصيدفة أن يحدث لنا منظومة إحصائية دقيقة حول كل مؤهلات والمكونات الشعب الجزائري يعني طبيعة الحالة هذا عمل طاويل نوعا ما باقي التعاهدات باقي التعاهدات الاقتصاد الرقمي والحضانة الحضانات ربما لبعض ما فهموهاش بالانجليزية انكيباشن بالفرنسيين انكيباشن يعني هو أن لديك فكرة تريد أن تجسد على الأرض الواقعة فابد أن تهيّلها المناخ لأن تتجسد ونظن أول حاضنة هي حاضنة سيد عبد الله من هناك تكنوبول ما يسمى تكنوبول وهي الأقطاب التكنولوجية هنا كل من لديها أفكار وخاصة الشباب ونحن نعيش في عصر الرقمنا والعولمة فبديهي البعض ربما كان من قلك يا صديقي الجزائر لا يمكن بأي حلم الحد أن تكون خارج الرواق الآن ثورة عالمة ثورة تكنولوجية رقمية سيبرنيديك إلى غير ذلك فبديهي وخمسين ستين بالمئة كان قد تعهد كذلك بالعودة إلى هذا الموضوع كان قد تعهد بأن الجزائريين والكفاءات والمواطنين الذين ظلمتهم العصابة سينصفهم في مرحلة سابقة وهؤلاء الآن ينتظرون أن يجسد ربما يجتبون تعهده هذا بطبيعة الحال نظن كيف سيكون هذا من ناحية السياسية من ناحية السياسية أعتقد سيكون فيها تهيئة ونظن كما قال أستاذ كريم بوجود وزير العدل يعني في استمرارية العمل به نظن هذا مصدر ثقة لكثير من الناس لأنه هو الذي يعني بطبيعة الحالة بحكم الإطار الذي تم فيه والدورف التي تم فيها هو اللي كان وراء العملية يعني تصفيت أو على تقليل من من تعثير العصابة نظن من هذا المقاربة أعتقد أن العملية ستسير فقط الذي أريد أن أقوله هذه تشكيلة جديدة فيها تسعة وثلاثين عضو بكاين طبيعة الحال من يقول كثير من يقول قليل ولكن أنا أحب وأنت ماذا تقول أنا أقول أن العبارة بالنتائج انتهى الأمر خلينا أعطيهم فرصة شهر شهرين عام عامين وبديهي أن الشيء بماذا تميز به الحكومة هذه هو من جميع المشارب هذا هو الشيء اللي نظل جديد تصور أنت في الحكومة في النظام البوتفلاقي وزير بستعشر من ناحية الصورة شاهدنا مشهدا جديدا لليوم وهو عدد من الشباب يستلمون المهام بعدما كان الاستيوزار حصرا على ما يسمى بشرعية الثورية في مرحلة سابقة الآن انتقلنا إلى الشرعية الإكنولوجية لكن هل هذا مفيد للدولة أم هذا يصنفه في خانة أخرى شوف بطبيعة الحال كان من يعتبر ربما مناسباتي ولكن أحبذ أن هذا بداية مشوار جديد بداية جزيرة جديدة بمنظور جديدة بمقاربة جديدة وهذا ما أرتقي به طيب أستاذ عبد الرحمن هدف أحالنا الدكتور العيد زغلامي للحديث على العدد وأنت مستشار في التنمية الاقتصادية استحدثت بمجربي هذه الحكومة الأولى لعبد المجيد تبون عدة وزارات متعلقة بالاقتصاد في عدة دول هناك ما يسمى بوزارة الاقتصاد وهي تختصر هذه الحقيبة تختصر كل الوزارات التي نتكلم عنها اليوم صار للجزائر وزارتين أو ثلاثة للفلاحة أربع وزارات للصناعة التجارة بوزارتين هذا الهيكل هذه المنهجية المعتمدة هي مفيدة أم هي مضرة بالاقتصاد الوطني وبالدولة بسم الله الرحمن الرحيم نظن أن هذا الحديث على تشكيلة الحكومة وعلى عدد الوزارات هو حديث ما عندهش اليوم في هذه الوضعية التي رأنا فيه ما عندهش الثقل صحيح وبالتالي اليوم نحن نتكلم على رؤية اقتصادية نظن أنه رئيس الجمهورية اليوم حبي يجسد رؤية اللي كان نتحدث عليها في البرنامج التاع وفي البرنامج الانتخابات واليوم ما رح يمشي إليها عن طريق تشكيل الحكومة اللي حبي يعطي الفرصة أولا للشباب وللكفاءات لأنه إذا لاحظنا في هذه التشكيلة هذية فيها طبعة جديدة في التعيين خلاصت هذه التعينات من ولات يطلعوا وزارات وزاراء اليوم مرحنا في ناس من الجامعة ناس من القطاع الاقتصادي رجعوا وزاراء وبالتالي رح يجلبوا الخبرة تحهم ويجلبوا الكفاءات تحهم ونا نظن أنه هذا الكلام على وكثر الكلام نظن كثير على هذا عدد الوزارات وعدد اليوم نحن نحتاجين أنه نتكلم على الأهداف على البرنامج على الرؤية الاقتصادية وبالتالي هذا النقاش يكون لأن الهدف هدف واحد نحن نماشيين أنه هل تعبروا هذه التعينات وهذه الحكومة عن رؤية اقتصادية معينة لما نتكلم عن استحداث وزارات للاقتصاد الرقمي ووزارة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة ونتكلم كذلك عن اقتصاد المعرفة هذه مصطلحات أدرجت في الحكومة الحالية هل هذا يندرج ضمن الشعبوية أم هذه قرارات تعبروا عن توجهين اقتصاديين لا أظن وأنا شخصيا كنت يعني لخصت هذا البرنامج في خمس محاور تفضل اللي رح يرتكز عليها برنامج هذا العهد نظر حتى 2030 أنا اسميته يعني برنامج الاقتصادي 2030 رح يتركز على خمس محاور المحاور الأول هو يتعلق بالأمن الغذائي الأمن الغذائي وبالتالي رح نعطيه أهمية للفلاحة أو للصناعة التحويلية للصناعة الغذائية المحاور الثاني هو الانتقال الطاقوي اليوم نحن يجب أن يكون عندنا استراتيجية طاقوية وبالتالي نظن هذه الحكومة رح تعمل في هذا الاتجاه بتفعيل المزج الطاقوي والفاعلية الطاقوية المحاور الثالث وهو الانتقال الرقمي وبالتالي اليوم نحن شفنا كثير من الوزارات رح تعمل في هذا الاتجاه اللي رح يسمحنا أن الولوج إلى ما يسمى بالثورة الصناعية ربعة نقطة صفر ريفوليسون اندوستريال 4.0 المحاور الرابع وهو الإقلاع السياحي الشامل الجزائر عندها من المقومات ما يسمح لها أنها يكون عندها إقلاع سياحي هذا الخطاب قديم بالنسبة للجزائرين عادي تكلم عنه ولم نحقق هذا لا اسمح لي هذه الرؤية لازم نعمل عليها الكل هذا ممكن أن تقول أنه خطاب قديم هذا يعني نسميه ماذا ماذا نريد نريد هذا الرؤية ولكن كيف كيف هذه الحكومة اليوم عندنا حكومة التي ستعمل في هذا الاتجاه ما كملت لك القطاع المحور الخامس وهو كل ما هي صناعة تحويلية وبالتالي سنشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص الصناعة الخشف فيما يخص صناعة النسيج فيما يخص تحويل الجلوم صناعة الغذائية هناك منتجات في الجزائر الفلاحية تورما لأنه لم يكن صناعة تحويلية مثلا طعمات أنا جايك هنا سميناها الفاعلية في الصناعة التحويلية في المحور الأول قلنا الأمن الغذائي تركز على فلاحة يعني عصرنا وصناعة غذائية التي ستتماشى تتكامل مع الفلاحة وش رحنا ننجو اليوم إذا كان المشاهدين معارفين حتى في الطاقة بحكومة بملف المطاحن اليوم الجزائر عندنا مطاحن فوق الطاقة المطاحن المطاحن الموجودة في الجزائر لا تعمل إلا 30-40% من الطاقة تتاحها وبالتالي هنا كان فيه خطأ كبير أنه سمحنا أن ننشأ مطاحن كثيرة والتي يعطينا لها الامتيازات طيب خلق أربع وزارات على مستوى وزارة الصناعة مثلا لا يخلقوا بيروقراطية أكثر أم يخلقوا الفعالية لا أظن إذا كان هو يعني مربط الفرس في هذا الحديث حول الحكومة سيكون في التنسيق طيب هو يعني مربط الفرس رئيس الجمهورية والوزير الأول سيكون لهم هذا الدور أنه ينسقوا بين كل القطاعات وكل الوزارات وبالتالي اليوم نظن أنه أنه باش نقعد نتكلموا على الوزارات خلاص تنشأت الحكومة نتكلم عن المضمون سنتكلم عن المضمون في جزء الثاني ضيوفي الأكريم مشاهدين الأفاضل فاصل ثم نواصل يبقوا معنا أهلا بكم مجددا المشاهدين في هذا الجزء الثاني من برنامج ستوديو الجزائر في الجزء الأول كنا قد عدنا إلى تصريح سابق للرئيس عبد المجيد تبون أثناء الحملة الانتخابية والذي تعهد ووعد بإنصاف المظلومين من قبل العصابة فكيف وطرحنا السؤال كيف سيتصرف الرئيس تبون مع هذا الوعد وهذا التعهد وتكلمنا عن الحكومة التي استلمت المهام ومعه تاركة ثقيلة ومشاكل متعددة في عدة قطاعات حكومة تبون الأولى وسنواصل في الحديث حول هذا المحور أعود إليك الأستاذ حمزة برش نتكلم عن القضاء وأنت النشط حقوقي وأنت محامي كذلك وزارة العدل بقيت وحافظت على الاستقرار أبو القاسم زغماتي وزيرا للعدل ماذا يعني هذا المحافظة على نفس الاسم هل هو وهل هي رسائل إلى من كان يشكك بأن ربما المرحلة المقبلة ستكون مرحلة مغايرة للمرحلة السابقة وقد يخرج من السجون من ظلم الشعب لتساءل الجزائريون هل هي رسالة تطمين أم هي غياب ثقة في شخصية أخرى كيف تقرأ هذا أولا نعتقد أنه ليست له علاقة بغياب شخصية أخرى والحمد لله قطاع العدل ثري جدا بشخصيات ذات كفاءة عالية ولكن المرحلة تقتضي رجلا متمرسا في دوالي بالقضاء باعتباره ابتداء من كونه قاضي حكم واعتلى منصب نائب نعام لعدة سنوات تقريب عقدين من الزمن وهو كنائب عام أكثر من ذلك أكثر من ذلك هو الشخصية الوحيدة الذي حاول فتح ملفات الفساد عندما كان نائب نعام على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة وكانت له الجرأة والشجاعة الكافية وعقب بسببها ودفع ثمن ذلك والحمد لله الآن الدولة الجزائرية تجازه وتكافئه وتعطيه شرفا آخر وهو اعتلائه لمنصب وزير العدل وقد لاحظنا في العديد من تدخلاته ولسيما أثناء مناقشة القوانين التي اتقدم بها أمام المجلس الشعب الوطني وفي الكلمات المقتضبة التي كان يقولها يوميا لاحظنا نقاط أساسية ربما هي خارطة طريق له في الأيام والسنين القادمة فيما يتعلق بجهاز العدلة وتحدث كثيرا عن نوعية التكوين لدى القضاء تحدث على مدة التكوين تحدث على التخصص في القضاء تحدث على إرجاع المكان للقضاء حيث أنه في يوم من الأيام وكلنا تابعنا ذلك صرح بأن أصبح الضحية يعتدى عليه ثم يبحث على واسطة للقضاء لكي يستفي حقه هذه رسالة لإعطاء المصداقية أكثر للقضاء ممكن أن تكون إجراءات عملية جد ومشددة في هذا الإطار من أجل محاولة خلق ثقة هذا لا يكفي لأنه في آخر المطاف عبارة عن مرحلة أولية للتحريات والمرحلة الآخرة تتوجب أحكام قضائية لابد لأن تكون عادلة بالنسبة للطرفين بالنسبة للضحية وبالنسبة المتهم وبالتالي أعتقد أن الرهان الكبير الذي ينتظر السيد وزير العدل هو رهان استرجاع ثقة الشعب في عدالة في جهاز العدالة لأن العدالة هي أساس الملك عدلت فأمنت فنمت هذا قول مأثور في التاريخ الإسلامي وبالتالي فأعتقد أن الوزير سيد بن قاسم زغماطي رجل له من الكفاءات وله من الآليات العدالة أخذت مساراً معيناً في المرحلة الأخيرة والكثير يتكلم عن استرجاعها لصلاحياتها التي غجبت في مرحلة سابقة في مرحلة بوتفلقاء الطيب لوح ألست متخوفاً على هذا المسار الآن؟ أعتقد أن هذا المسار لا بد له أن يأخذ حجمه وأن يأخذ مقته لأن العدالة تعدل ما لا يمكن لها في يوم أو في يومين أو في شهر أنا أعتقد أن هذه العهدة في برمتها عهد الرئاسي هذه عبارة عن مرحلة انتقالية لفترة يعيش فيها الشعب الجزائري في سكون وهدوء لكن الأساس أنا أقولها إلى جانب لأن العدالة تعتبر آخر وسيلة من وسائل الردع أول قبل هذا الشيء قبل هذا الشيء لا يكفيش أنك تعدل قطاع العدالة فقط لابد أن تنظر في المشاكل الاجتماعية المواطن المشاكل الصحية المشاكل الاقتصادية لأنها كلها عبارة عن إرهاسات وعوامل تؤدي إلى المجتمع إلى الانحراف وبالتالي أنا أعتقد أنه أول ملف يجب أن يفتح على جهاز العدالة هو ملف أن تعطي للقاضي وقته الكافي للتكوين أن تعمل على تخصيص القضاء مثلاً في بعض الحالات شفنا قاضي مدة عشرين سنة هو يخدم في النيابة العامة وفي آخر حياته يعطي له مثلاً الفرع العقاري والتجاري راح يكون مرتبك وما يشرح تكون أحكامه يعني متوازنة لأنه ما كانش عنده رصيد في هذا المجال وبالتالي أعتقد أنه سيتوجه إلى التخصص سيتوجه إلى إعادة تكوين أساسي للقاضي أكثر من ما هو عليه ثالث شيء أساسي أنه لا بد للمواطن أن يبقى محل ثقة أول مؤسسة له هي مؤسسة القضاء وبالتالي أعتقد أنه ولاحظنا حتى نحن منذ اعتلاء رئيس الجمهورية سدة الحكم وقبلها باعتلاء سيد بلقاسم زغماطي وزير للعدل رأينا تغييراً تغييراً ولو طفيفاً على مستوى المحاكم حتى شاهدنا ناس تطمأنت وشعب الجزائري أثبت بأنه لا يثق فقط في الخطابات بل يثق فيما يتجسد في الميدان أستاذ العيد زغلامي بالعودة إلى الحكومة الجديدة التي استلمت المهام اليوم بعض الملاحظات قد سجلت قلنا في البداية أولاً أن الصورة كانت مغايرة تعاهدنا أن الشرعية الثورية هي التي تصل إلى الوزارات وتصل إلى الجهاز التنفيذي اليوم شاهدنا إشراك بعض الشباب لكن هناك من يتخوف بأن إشراكهم مرحلي فقط وبعد ذلك ستعود الأمور إلى سابقها وأن الوزارات التي أوكلت للشباب ليست وزارات مهمة بل هي وزارات توصف بالثانوية شاهدنا كذلك تصريحات كل الوزراء يقولون بأن مناصبهم حساسة وبأنه تحصل على حقيبة حساسة وإلى غير ذلك شاهدنا كذلك انتقادات على مرصات تواصل اجتماعي لعدد من الوزراء الشباب الذين استعملوا اللغاء الفرنسية كيف تقيم هذا الظهور الأول لهذه الحكومة بطبيعة الحال والمميز كذلك هو كامل رزيق وزير التجارة وكذلك بسمع زوار وزيرة العلاقة مع البرلمان طلب بساحب لفظ معالي الوزير معالي الوزيرة وتعوضه بالسيدة السيدة أعتقد ربما أن الأمر هذا أعتباره ليس أساسيا كلما في الأمر لا يمكن أن وزير في المنصف تسميه أستاذ أستاذ في الجامعة لا دعي إلى خلط في الأمور بسمع زوار لأنها أستاذة محامية إيه أستاذ محامية هي ماشي في العدالة هي الآن في البرلمان وبالتالي تعقلنا لأن الرئيس الجمهورية قال لأن الصحفية قتل فخامته وبعد عدوا بلاه أنا اللي قلت لهم مزيتوا في الفخامة فالفضل بعد يومين الجزيرين عدوا موسوسين من المصطلحة لأننا عشرين سنة من فخامة يا صديقي العزيز أصبحت تستفيد من المصطلحة يا أستاذ من فخامة والسعادة وهذه كلها هذا وش ولدت؟ هذا ما تمخذ عنه هذا الأمر أصبحت ذلك حساسية من الألفاظ والمصطلحة نمضي إلى باقي الملاحظة إذن هو متفادة التملق ولكن الاحترام واجب يا هذا لا بد أن الدولة الجزارية تعيد عزتها وسيادة وهبتها هذا الذي يتم القضية ليست في كما قلت أنت أستاذ ولا القضية هل هذه الكفاءات التي تم تعينها هل الثقة التي وضعت فيها ثم هل بإمكانها أن تجسد عمليا الطموحات التي ننتظرها حقيقة هناك بوادر أمل أنا لا أقول ولا أتحفظ بالعكس أتحفظ على أن أسمي أي شخص ولكن نظن هناك مؤشرات إيجابية يعقل في 2020 صحفيين عفوا ووزارات في هذه السنة هذا جديد يعني كنا نسمع أثناء طورة تحريرية في الستينيات في السبعينيات ولكن الآن الحمد لله لأن ربما كثير من الناس تجهل بأننا نعيش في عصر العولة ما والرق ما نع هذه إنترنت هذه سيبرنيتيك هذه تفاعلات هذا اقتصاد رقمي هذا اقتصاد أفكار هذا الذكاء الاصطناعي هذه الخوارزمية إذن هناك ثورة كما تفضل الأستاذ الكريم هذه ثورة قايمة في العالم ونحن نعيش على الهامش لماذا وقع؟ لماذا وقع خلال 30-30 سنة الماضية؟ تهميش الكفاءات تهميش كل ما هو عقل كل ما هو فكر كل ما هو ذكاء تم تهميشه وعوض بالرداء وبالفساد نظن العائق الأساسي وربما الذي أريد أن أقوله في حق هذه كلهم أنهم ليس متورطين في الفساد اللهم ربما كان شخص لا دعي ذكره في هذه الفريق كان من كان يناشد لحزب العفن الرئيس الماضي ولكن هذا ربما استثناء ولكن على العموم لما تلقى شباب 20-30-35-40 سنة نظن هذا مؤشر جميل هو الأولا ليس مفسدين على الأقل الفكر تحن ما هو شفاسد ما زال مفسد وهذا نظن الأساسي والحكم على أدهم سيكون في المرحلة المقبلة نعم عن الأولويات أكيد أنت تتكلم عن المرحلة المليئة بالفضائح السياسية والفضائح المالية والفساد ما هي الأولويات نتكلم عن صراع الأولويات ما هي أولوية الأولوية بالنسبة لهذه الحكومة الأولوية الأولويات أن نترك هذه الحكومة أن تخدم وأولويته هو كيف استرجاع الثقة من المواطن هذا الأساس المواطن لن يثق في هذه الحكومة إلا من خلال نتاج الملموسة التي يتميسها ليوميا لما يذهب من البلدية ملقش الرشوة ملقش شلوش ملقش هذه التلعبات كل هذا الذي رأيناه خلال الحقبة الماضية لأن الفساد الذي عرفته الجزائر فساد قيمي فساد سياسي فساد مالي فساد إعلامي فساد علمي فساد كل تقنية الفساد وجدت في الجزائر إلى درجة أن الفساد أصبح مدمق رط الآن أنا كنت أسبوع فقط في أحد البودن الجزائرية في الشرق ناس مهمش راضيين ما زالوا متشأمين ما زالوا يعني متردين وما مش تايقين إلى حد الآن لأنه عشرين سنة من تلك النظام البوتفليقي هذا تطلب وقتك ولكن البواد الموجودة وأنا شخصيا مؤشرات من خلال إحداث هذه الوجوه وثم قضية الوزارة أنا شخصيا في كل وزارة تقريبا كان فرقة كيشغل فرقة عمل كان الوزير الأساسي ومعه تتلاته نظن هذا يسهل أماموريا هذا يخلف هذا مشكرا في التنسيق شاهدنا في حكومات سابقة كان هناك اختلال في التنسيق والتواصل وكذلك الحصول وتقديم المعلومة لأنه في الماضي كان ليس لديهم نفس الهدف كان وعد يحب ينهب وعد يحب يسقم هذا اللي يوقع والنهابين هم اللي يربحوا هذا اللي يوقع فيها سيد ألبر أحمن هادف بالعودة إلى التحديات الاقتصادية ورهانات الاقتصادية عبد المجيد تببون تعهد بجملة من التعهدات وقدمها التعهدات الاقتصادية والمالية على رأسها المنحة السياحية الذي قال بأنه سيرفحها تحسين القدرة الشرائية ومعالجتها بالنسبة للجزائريين وكذلك ليرجي ضربة على الدخل بالنسبة لمن يتقاضون رواتب قليلة هل تعتقد بأنه بإمكان عبد المجيد تببون بأن يجسد في الفترة الحالية وعلى الأقل في الثلاثي الأول من هذه السنة أن يجسد هذه الوعود نظر نشوف باش نكونوا صراحة يعني ونكلموا بهذه اللغة يعني تعصى صراحة مع المواطن أولا ومع كل الفاعلين اليوم احنا بسطة يعني ناشينا إلى نقلة من مرحلة اللي كان فيها الاقتصاد موسير بطريقة إدارية اللي ما كانش يتماشى مع الواقع تماما من اقتصاد اللي كان مبني على نموذج اقتصادي مبني على الريع على توزيع الريع إلى اقتصاد حبينا مشيوليه إلى اقتصاد يخلاق لثروة وبالتالي اليوم لازم علينا أن نتكلموا بلغة العلم أنا إذا كان يعني كان لي الاختيار اليوم في تدسيد هذا الوعود أو أخذ بعض أخذ بعض الإجراءات أخرى أنا أن أخذ إجراءات أخرى أحسن وأهم نقول لك في غضون هذا السنة أنا ماذا بي يكون كل القيطاعات مورق معنا إذا كان حبينا نمشي يعني هذا إعادة النظر في اليرجي أو إعادة النظر في الإحصائيات اللي كانت تكلم عليها الأستاذ فيما يخص بزارة الإحصائيات والاستشراف لازم أن كل شيء يكون مورقما وهذا الشيء اللي رح نقضي بيلك على سبعين بالمئة من الفساد هل تعتقد بأن الدولة في مرحلة سابقة كانت لا تمتلك الإحصائيات أم كانت تخفيها لا تمتلكها تماما أنا كنت عملت على مشروع اللي رح يمشي في نفس الإحصائيات ما هي وظيفة الديوان الوطني للإحصائيات الذي كان يقدم معطايا تتعلق بالنمو تتعلق بالاقتصاد وتتعلق ب ومركز الإحصائيات على الجمارك ووزارة كلها كانت معطلة ووزارة المالية وكل واحد يقدم إحصائيات هذا هو الإشكال ليس عدم وجود الأرقام كان فيها أرقام اللي ما تتباشي ما مع الواقع كل واحد يعطي الأرقام متاعه وبالتالي اليوم إحنا محتاجين أنه نمشي إلى مركزية المعلومة وهذا الشيء ما يمكننا إلا إذا مشينا بالمكانيات الرقمية كنا تحدثنا كنا أهضرنا من قبل وكان من بين المشاريع اللي مسجلة في الحكومات السابقة وهي إعداد البطاقية الاقتصادية للجزائر يعني كل الولايات عندك المعلومة الاقتصادية التحى من ألف حتى وهذا الشيء راه شيء مستعجل لمن هذا من بين الأمور اللي رح يسمح للاقتصاد التعنا يعمل قفزة نوعية كنا تعملنا في هذا المشروع مع مراكز بحوث جزائرية اللي فيها واحدة الكفاءات ما شاء الله اللي رح يمغيب تماما على الواقع الاقتصادي وبالتالي اليوم إذا كان حبينا نرفع من القدرة الشرائية تاع المواطن نرفع من الرافاهية تاع المواطن لازمنا يكون عننا اقتصاد صحيح اقتصاد مبني على أسس صحيحة وبالتالي لازمنا نعصر الاقتصاد التعنا على أسس اللي ما حش نعمل على عام وعامين نحن نحوص على اقتصاد مستدام اقتصاد اللي رح يمكن للإقلاع الاقتصادي التام أنا قلت لك 2030 ماذا بين الجزائر تكون أقوى دولة اقتصادي في منطقة ميناء Middle East North Africa وبالتالي اليوم نحن مطالبين أن نمشي إلى عمل هل تمتلك الجزائر الإمكانيات للوصول إلى هذا المركز بالطبع بالطبع أنها من الإمكانيات البشرية والمقومات الطبيعية أنها توصل في 2030 تليأ أقوى هناك بعض الدول التي كانت أقل شأنا مننا في مرحلة سابقة قد تجاوزتنا بسنوات في العشريات الأخيرة بعد تعطو المؤسسات الدولة سيوسف دعونا نمشي للتنمية المحلية دعونا نمشي ونطور النواحي الولايات على حسب المقومات لا يمكن أن نقعد نقرر من الجزائر العاصمة على ما يجب أن ينذار في البيض وما يجب أن ينذار في معسكر ولا في باتنا ولا في بسكر هذا لا يمكن لازم أن نعطيه المبادرة للناس اللي رأهم في الميدان كنت رأت في هذا المجال أني اقترحت تشكيل ما يسمى بالمجالس الاقتصادية المحلية لي كلي لي كونسي والفنيراليات اقتصادية لا مجالس هي اللي تخذ على عاتق هالتنمية المحلية الاقتصادية ليس الولايات الولايات دقاء رأي مرحقة بالجانب الإداري كنا نتكلم على الحكومة اليوم أن مذابي الحكومة هو جهاز تنفيذي اليوم مذابي أن هذا الجهاز التنفيذي يكون له دور عملياتي أكثر منه إداري خلونا من البروتوكولات خلونا من هذه الخارجات والزردات والزردات وخلونا من اللقاءات في الأكبر الفنادق خلونا من هذا الشي نمشي ولميدان نزم اليوم الوزير فعل في الجزائر كان وزراء يقدمون نظريات ميدانية من فندق سنكي طوال ويقول في تامن راسد هو في البيض تنشي على نفس الناس مش ممكن مش ممكن اليوم لازمنا نحب لغة الخشب لازم نكونوا عمليين إذا كان حبينا نوصلوا في الفين وثلاثين كأقوى دولة اقتصاديا في منطقة ميناء لازمنا نكونوا عمليين اليوم تشكلنا حكومة والناس كاميرا يتنتقد فيها خلي الناس تعمل كفاءات يقول لك المثل اللي قل عليه ستيف جوبس لا يفهم إذا تنشي نحب الناس ويخبرهم ويخبرهم مش ممكن أنك انتاية تشغل الناس عندهم الذكاء وتقول لهم وش يديرو إذا اجبتو خلي هو يعمل عنده الذكاء عنده الكفاءة تجيبو هو بش يقول لك وش تعمل واليوم الحكومة الحكومة خلاص ما نقعده في هذا النظام القديم أنه الوزير و يعني الديوان تاعه اليوم لازم الحكومة في كل حكومة عندنا نخبة من المستشارين في الرئاسة نخبة من المستشارين عند الوزير الأول كنت تكلم على التنسيق هؤلاء 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 نخبة من المستشارين في كل وزارة هذا الشيء اللي راح يخلي الكفاءة الجزائرية راح يخرج مليون في العام طالبين للشغل هذا يخلوهم يمشيوا كنا تكلمنا عن الرقمان اليوم رأنا نتحدث على مؤسسة الناشئة الستارتاة هذا هو العمل تحهم أعطي له رقمانة الإدارات الكل في كل الولايات خليه يعمل قال أنا نحب نمشي إلى رقمانة الجهاز الإداري نقسم الفساد الفساد منين يجي كي يكون كين الاتصال المباشر بين الأشخاص رح نعمل وتفعيل أدوار هذه المؤسسات الصغيرة والناشئة يتطلب إرادة سياسية لفعل ذلك هل هي متوفرة الآن إرادة نعم متوفرة إرادة سياسية ولكن نقول ونعاود خاصة في أمر ما يسمى بستارتاة لهم يكونوا مقيدين ستارتاة لازم تخليها تخدم تعمل وحدها هي لها الإيكوسيستم التاحة هي لها التمويل التاحة الكروفاندين هي لها الكابيتواريسك هذا الشيء الذي يجعل الستارتاة تعمل ليس أنك تحيي لها نظام إداري وتقعد تعس فيه لا ستارتاة هي مبنية على الأفكار وعلى حرية المبادرة شكرا نتوقف عند فاصل قصير ولا نعود ضيوفي الأكار مشاهدين فاصل ثم نواصل تكرموا بالبقاء معا أهلا بكم مجددا مواصلون معكم مشاهدين في هذه الحلقة من برنامج ستوديو الجزائر والتي نتكلم فيها عن الحكومة الجديدة وتكلمنا عن ملفات أخرى وسنواصل الحديث عن الأولويات التي يجب أن تمر إليها الحكومة الجديدة بسرعة القصوى أهلا بكم ضيوفي الأكار مجددا أستاذ حمزة برش بالعودة إلى القضاء التحدي الآن هو مواصلة الحرب على الفساد وهذه الحرب لا بد أن لا تكون ظرفية فقط ومرحلية فقط ومثل ما طرح الأستاذ عبد الرحمن هدف قضية فصل الاقتصاد عن الإدارة الآن لا بد أن يفصل المال عن السياسة وأن يفصل بين السلطات الثلاث في الجزائر ما هي أقرب وأقصر طريقة توصلنا إلى هذا الهدف أولا وكلنا ننتظر ذلك تعديلا للدستور لا بد للدستور أن يتضمن مواد تعزز استقلال للقضاء وتمنح له صلاحيات أوسع وتزيح كل مواد التي وضعتها العصابة التي كانت تحمي الفساد وتحمي الفاسدين خاصة فيما تعلق بالمحكمة المحكمة العلية للدولة خاصة فيما تعلق في الامتياز القضائي بالنسبة للوزارة الناس كلهم سواسي هذه أول نقطة هذه لابد أن تزول لابد أن تزول أمر مفروق منه لأنه عبارة عن عراقيل في عديد من دول العالم يقاضى الوزير والرئيس في المحكمة العادية التي يتقضى فيها المواطن البسيط أكثر من ذلك يتتعارض مع مبدأ أساسي في الدستور وهو التساوي بين الناس أمام القانون لما تتوضع امتياز قضائي لفلان وتنزعه عن فلان وتختص محكمة معينة محكمة العليا للدولة في متابعة وزير أو وزير أول أو رئيس جمهوري يعتبر امتياز وبالتالي رأك أخليت بأهم بدء دستورية المساواة أمام القانون النقطة الثانية التي هي أساسية بعد استكمال الترسان القانوني المتضمين استقلالية القضاء وفصله تماما عن السلطات الأخرى أهم شيء ثاني هل يمكن أن يفصل القضاء عن السلطات الأخرى في الجزائر شوف أولا لا بد أن يفصل الآن قانوني رأي مفصل ولكن لما نرجع الأليات تجد أن رئيس المجلس الأعلى القضاء هو رئيس الجمهورية ونائبه هو وزير العدل وزير العدل يمزج بين سلطة تنفيذية وسلطة شريعية وسلطة قضائية ماذا من غير المعقول وبالتالي أعتقد أن هناك نماذج كثيرة في الدول المتقدمة تفصل فصلا تاما بين القضاء وبين السلطة الشريعية وبين السلطة التنفيذية هذا يبرع عبر الدستور يبرع عبر الدستور لابد أن تكون هناك مواد في الدستور أن الوزير العدل لابد أن يفصل عن الهيئة التنفيذية أو يبقى وزيرا للعدل ولكن ليست له سلطة مباشرة على القاضي القاضي يخضع إلى المجلس الأعلى القضاء الذي ينتخب وإذا القانون ينتخب هذا المجلس لا يجب أن يترأسه رئيس الجمهورية لأنه ستكون تداخل وبالتالي في حالة محاولة محاسبة أي وزير قد يتدخل رئيس الجمهورية باعتبار رئيس المجلس الأعلى القضاء ويوقف الأمور وبالتالي إذا كانت هناك إرادة سياسية الغرض منها فصل السلطات وإعطاء المصداقية للعدل لا بد أن تفصل في هيكلها توجه نحو تعزيز الديمقراطية والانفتاح والانفراج وكذلك الفصل بين السلطات يمر حتما عبر تفكيك صلاحية الرئيس هذا تعهد به تبون يوم أدائه لليمينة الدستورية وتعهد كذلك بتعديل الدستور قال في الأشهر الأولى إذا لم أقل في الأسبوع الأولى هل تتوقع تعديل وشيك للدستور وماذا يجب أن يتضمن الدستور بطبيعة الحالة وقال بناس يكلف شخصيات أو أهل اقتصاص عفوا سواء من قضاء أو من ناس في القانون وفي الدستور إذن هذه في الورشات التي تحدث عليها وبالتالي ارتقب أن في الأسبوع القليلة القديمة ستكون فيها ورشة حول قضية تعديل الدستور ولو أن التوجهات الكبرى لهذا الدستور معروفة هو كيف أن لا نفكك بأن نقل من السلطات الفرعونية للرئيس الجمهورية هذا الذي نحوله من فرعون إلى صانع قرار إلى صانع القرار إلى رئيس كل المواطنين ويخضع كباقي المواطنين إلى العدالة المسألة إذا كان أخطأ نقطة تانية بديه أن فصل السلطات هذا ليس كلام يعني ما يبقاش كلام بلك لازم تفعيل ثم الذي أريد أن أضيفه وهنا حقيقة يعني لما رئيس الجمهورية يقول لك بأنني ملتزم بالعدالة الاجتماعية وبالديمقراطية الحقيقية هنا منطقيا أنه أنه سيمنح أكثر استقلالية إلى القضاء وكذلك إلى الحكومة الحكومة لابد أن يكون عندها هامش من الحرية هامش من البودرة هامش من المناورة وإلا إذا كل القرارات ترجع إلى الرئيس الجمهورية عبر تعديل النظام السياسي في الجسد تعديل النظام أرتقي بو أن الرئيس الجمهورية نخليه يخدم أمرين الخارجية والدفاع وخلي الحكومة دير الاقتصاد والاجتماع والطربية هذا المعمول به في كل نظام العالم نحن لم نختلع أي شيء كلما في الأمر أن نقلل لن نكبل الرئيس الجمهورية بمسؤولة رئيس كما تفضل الأستاذ بلا تعلمش على القضاء لكن هذا مش الشعب اللي كبل الرئيس بوتفليقة كبل نفسه هو أرد ذلك هو لدره بالدستور بدرمش الشعب عفون هو الذي منح إلى الشعب وكل هذه الصلاحية وبالتالي وصدق على ذلك أحزاب الأفلال والأرندي أيضا بطبيعة الحال وبالتالي نحن ننتظر في إحداث طبقة سياسية وننتظر أن يمر هذا الدستور عبر الاستفتاء الشعبي حتى نعدل الشعبي ننتظر استفتاء شعبي قيمته وننتظر إحداث طبقة سياسية جديدة لا يمكن كيف؟ هو كل من تورط في الفساد خلال 20 سنة نترك نظم انتخابات حقيقية حل البرلمات لا أقول حل البرلمات واختش نظم هذه الانتخابات إذا أردنا أن نقلق مشهدا سياسيا جديدا لقد أن نتوجه إلى انتخابات المسبقة قال عندي أمارين أساسيين النقطة الأولى هو طبيعة الحال قضية الدستور النقطة الثانية هو القانون الانتخابي القانون الانتخابي هو يعد تشكيل الطبقة السياسية من جديد وهنا نظن فرصة سانحة لكل الذين رافضين للنظام سواء كانوا في الحراك أو في الشارع أو في المؤسسات هل أنت مع حل البرلمات أم متحفظ على ذلك أستاذ العز غلاء؟ يا صديقي العزيز لما تقولي البرلمات فكر الأغلال هذيك والكادنة هذيك ها غير منطقية لا غير منطقي تماما حتى سمعت قلت بأن غدا تجتمع الرئاس يعني الوزير عفون المجلس نوزارة سيكون أول لقاء غدا ويقدم المشروع إلى البرلمات هذا غير منطقي غير منطقي تماما يعقل أننا بقنا نتعامل مع بقايا الفساد باحتراماتي لبعض منهم ولكن معروف على المجلس الشعبي الوطني اسمح لي فقط المعروف المجلس الوطني هي كل هذيك الفسيدين والمفسيدين وشكالة يطلعتوا هقتها والحفافات ما احترامت الحفافات وكل مهن الحرة ما احترامتك لحفافات ولا للنواب ليهم كل السيد عبد الرحمن الهدف التنمية المحلية هذا الذي ينتظره للمواطن التنمية بمعناها وكذلك كان قد تعاهد بها عبد المجلس تبون كيف يمكن أن نحقق هذا على المدى القصير أنا نظن أن التنمية المحلية وأستسمحك فقط بالحديث عن تعديدي وتوسيع الوزرات في حكومة تبون الأولى هناك من يطرح تساؤل لماذا لا نعدد العواصم في الجزائر ونفك الخناق عن الجزائر العاصمة ونقيم عاصمة سياسية عاصمة اقتصادية مثلا شوف يعني صراحة إذا كنا تكلمنا على التنمية بصفة عامة لازم نأخذ الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزائي فيما يخص الاقتصاد الكلي كل شيء والتشخيص محمول عند كل الخبراء أنه كل شيء رهو في الضوء الأحمر يعني كل الأضواء أحمراء ولكن في الاقتصاد الجزائي اليوم نظن أنه عندنا يعني من المؤهلات ومن المقاومات أنه نعود نعمل لإقلاع اقتصادي أنا كنت اقترحت من بين أنا من المدافعين اللي يدفعوا على التنمية المحلية كبديل كمحرك لإعادة بعث عجلة التنمية اليوم التنمية المحلية هي أنا نظن هي اللي راح تكون يعني الخلاص بالنسبة للجزائر بلد كبير مثل الجزائر مش ممكن أنه نستمر في تسييره بمركزية القرار بهذا الطريقة لازم نعطيه للولايات والنواحي يعني الحق والحرية في التعامل خاصة في الجانب الاقتصادي وبالتالي كنت تحدث في الجزء اللي أسبق على ما يسمى بالمجالس الاقتصادية المحلية هذا الشيء جد مهم أنه الفاعلين الاقتصاديين وهذا معمول به في كتير من دول العالم نمشي إلى كندا نمشي إلى أمريكا ماليزيا يعني هذا النماذج أنا نقول ما حش نقوم بتحويل النماذج لا هذا خطأ كبير لازم نعمل النموذج اللي يمشي على حسب الخصوصيات تتاع البلاد التحد التعناوح حسب خصوصيات تانيك الولايات لأنه اليوم ما نقدرش نسير المعسكر والتمنشنت كما سير تامنراس كل بلاسة عندها مقاوماتها كل منطقة عندها خصوصياتها خاصة بالجانب الثقافي يعني الناس ما مش نفسهم اللي رأهم في تامنراس اللي رأهم في بومرداس ولا في وحرن لذا اليوم خاصة المنتخبين المحليين نجب أن نعودوا له غيروا غيروا الواجهة اللي اليوم اللي راهي ما يش تلبي يعني تطلعات المواطنين صح كان يعني اختيارتها من قبل على حساب يعني أجندات اليوم عنا عنا أجندة واحدة أخرى عندنا يعني النظرة اللي حابين نوصلوا لها في الفين وثلاثين النظرة انه الجزائر ما تقعدش في من بين الدول المتأخرة المتخلق ما نقولوش المتخلفة يعني الجزائر حابينها تمشي وتكون من بين الدول الناشئة الدول اللي عندها سلطة القرار كنا تحدثنا فيما يخص استحداث وزارة مختصة بالرقمنة هذا الشيء جد مهم أنا كنت كتبت عليه إذا كان مدرناش اليوم راح نقولو تابعين يعني مستعمارين بالتليكومود يعني بالريموت هكفهم بالجهاز عاد نبعد نقولو اليوم احنا مطالبين أنه تكون عنا وزارة لمختصة في الرقمنة الاقتصاد الرقمي طيب خلق عواصل جديدة وهذا المشروع كان موجود سابقا خلق عواصم أنا هذا الشيء يجرني أنه تحدث على مشروع اللي يعني أنا قاعد لي بوكزول مثلا بوكزول اللي كان هو مشروع التحويل للعاصمة السياسية لأنه في أغلب مدن العالم نشوفوا اللحظة أنه العواصم السياسية موجودة في قلب البلد ليش على حتى استراتيجيا حتى يسبب حمايتها لابد أن لا تكون على الساحل أمنيا نعم حتى أمنيا وزيد على ذلك أنه بوكزول هو مشروع قديم ومشروع اللي أصرفنا عليه أموال كثيرة شركة دايو قامت بوضع البنية التحتية البنية التحتية ومشروع اللي الموقع التاعه موقع جدي استراتيجي يعني هو يعني مفترق الطرق تاع الجزائر كبلد كامل وبالتالي اليوم مشروع كما هذا أنا نطالب أنه يعود يفتح ويفتح على هرامة السلطة لأنه مشروع اللي سيخلينا نشوف نظرة جديدة جزائر جديدة اللي سنقسونها اليوم إحنا عنا العاصمة الجزائرية الجزائر البيضاء هذه الله يبارك وأرث وأرثناها يعني منذ قرون ولكن اليوم يحبون أن يشوفوا جزائر جديدة ماليزيا عملت نفس الشيء بيترو جويا عاصمة سياسية ضد عصرية يعني كي تدخلها تشوف يعني عالم واحد آخر عالم يعني مركزية القرار وحصر كل المؤسسات العليا والمؤسسات المحورية والمهمة في الجزائر العاصمة أثر على الإقلاع الاقتصادي أثر على التنمية المحلية في باقي الولايات ظلم باقي الولايات بالطبع بالطبع لأنه أصلاً أصلاً الجهاز التنفيذي قلتها لك في الجزء الأول أنه الجهاز التنفيذي يعمل كجهاز إداري لا غير ما نشوفوش يعني يعني ممكن فيها يعني بعض يعني 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 يكون فيها بعض الاستثناءات ولكن من من الوزارة للمديرية التنفيذية في الولايات كلهم بيعملوا كإداريين لأنه الجانب العملياتي يعني الميدان هو أصلاً ما يتحاسبش عليه مفيش يعني تقييم لو كان اليوم عندنا أه سلم تقييم التاع المسؤولين رهم بالميدان والذي قال انتايا في عامين لازم تكون إنجستلي عشرين مصنع و عشرين ذه ذاك النهار هذا كنتهار تولي كنقيمه قال بعد عامين يا ينسان انترك ما موفيك بالوعود والأهداف بتاعك انتايا تمشي هذا وش نحتاجه اليوم وهذا الشي نحتاجه على نطاق محلي أنه المنتخبين المحليين وكل الفعالين المحليين مطالبين أنهم يفعلوا وتعاملوا في اتجاه واحد تكافؤ الفرص أستاذ حمزة برش مبدأ مهم جدا لخلق التنفس على أكثر من صعيد ونحن نتكلم عن مجال الاستثمار في مرحلة السابقة هذا المبدأ كان غير متوفر في الجزائر كان هناك حوالي عشر إلى عشرين رجل أعمال يستولون على كل المشاريع ويستولون على كل الامتيازات وهؤلاء متوجدون اليوم بسجن الحراش هناك من حوكم وهناك من ينتظر هل تعتقد بأن هذه المحاكمات قد تعيد هذا المبدأ ليحكم الاقتصاد ويحكم مجالات أخرى أم أن تعديل قانون مكافحة الفساد والوقاية منه يجب أن يعدل هذا القانون في المرحلة القريبة وهذا لإعادة التوازن وإعادة التكافؤ بين الجزائريين هذا القانون الذي جنح الجنايات وفي حقيقة الأمر القانون قائم منذ زمن ولكن رأينا في خلال أربع عهدات الفساد استشرب بكثرة يعني المشكلة ليست في الترسانة على القوانين بقدر ما هو في الإرادة السياسية هذه أول شيء ثاني شيء قبل ما نتكلموا على قانون الفساد لابد أن نتكلموا على قانون الاستثمار نتكلموا على قانون السفقة العمومية كل هذه القوانين التي كلها مستنبطة من مبدأ أساسي في الدستور وهو تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين قانون الاستثمار الذي عد له بوشورب أنا في هذا المجال في قانون الاستثمار أنا نطالب أنه يلغى صراحة مش محتاجين إلى قانون الاستثمار ومن الغرابة أن قاعدة الاستثمار هي موجودة في قانون المالية وليست في قانون الاستثمار ونحن مطالبين أن نقول للقانون الحادي القانون التجاري يزين من قانون الاستثمار اللي رأي يكبل في الناس يعني تقول له باش تتعوس على الاستثمارات الأجنبية المباشرة يزيده وتقول له يجيب الأموال التاعكم بعد تكبله وتقول له ما تخرجه مش حتى تستوفيه وتدينه شروط اللي هو منه ولم يجيكش تفضل أستاذ برشتو ولكن أعتقد أنه حتى وإذا كان فتحنا المجال هذا الأمر ما الفائدة من الاستثمار الأجنبي إذا كان ما يوفرناش العملة الصعبة وما يوفرناش المادة الأساسية اللي يجا من أجل باش ينتجها وبالتالي راح نصطدم أمام تهريب للعملة تهريب مقنن العملة وبالتالي الدولة لن تستفيد من المستثمر الأجنبي لا بد من ضوابط تضبط الاستثمار ممكن تقدم تسهيلات المتعامل الأجنبي وبالمقابل نحن رأينا كلنا نرى كالناس بزارة جزائريين يجيبوا حتى أجانب من الجالية السورية من المالي يديروا كشريك معاه على أساس أنه مستثمر أجنبي وكل أموال تضخ بأموال جزائرية وبالتالي هذه التلعبات التي تحدث في المنظومة الاقتصادية المتعلقة بالقوانين قانون الاستثمار قانون السافقات العمومية نظن أن المشكلة أساسا في الإرادة السياسية فضرت قبل أن نتوجه إلى أستاذ غلامي في النهاية لا يخص التحويل للأموال نظن أننا مطالبين أن نصلح منظومة المالية ليس قانون الاستثمار قانون الاستثمار ليس هو الذي يضبط الأمور المالية المنظومة المالية والمنظومة البنكية اليوم نحن مطالبين أن نصلحها لأنه لا يشتثمش أصلا لا مع المستثمرين الأجنبي ولا مع المستثمرين الجزائريين بحكم أنه حتى الوزارات الحكومة الجزائرية تعترف أنه قانون النقد والصرف اليوم رأيه عائق في التصدير وبالتالي اليوم المنظومة المالية والمنظومة البنكية يجب أن نمشي إلى عصر انتهاء أولا وإذا عادت النظر كل فيها ختاما دكتور العيد زغلامي نحن هنا نتكلم عن إلغاء الاستثمار مثلما يطالب أستاذ رحمان هادف وهناك من يطالب بإلغاء الغرفة العلية في البرلماء الجزائري والاعتماد على نموذج الغرفة الواحدة في البرلماء مثلما اعتمدت ذلك دول أخرى كيف تعلق على هذا وكيف تعلق كذلك على غياب الولات والأحزاب التقليدية عن الحكومة هل هي بداية الزوال بداية النهاية أعتقد هي بداية نهاية حقبة ويعني بداية حقبة أخرى نضمن قضية مجلس الأمة نظن في الدول المحترمة يعطلو مجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ هو الذي هم باع طويل في التجارب ثلاثين ربعين سنة من الاحترام العبقرية من كفاءات مثل الذين لهم باع في الشتارة أصبحوا يتولون باع في كل شيء الناس عقلاء حكاماء أكفاء هذا تستشيرهم في القضايا العالمية في القضايا الدولية في القضايا المصيرية مثلا كانوا مترشحين ترشحوا مؤخرا في العمالية الانتخابية كان بعض منهم يمكن أن يكونوا يحتاجهم الدولة الجزائرية لأن رجال السياسة في الدول المحترمة لا نستشيرهم وهذه غايبة هذا الأمر هذا غايل الكفاءات لابد أن نحتاج إليها وهذا نظام البريطاني على سبيل المثال توقعها ثمانين 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 وما زال يحتاجوه ليه يحتاجوا لأفكار داعو النهيرة طيب وبعد أن طلب ابن صالح أن يعفى من مهمته وهو رئيس المجلس الأمة كيف يمكن أن نصلح هذا المجلس بإلغائه أم بإصلاحه لا إعادة النظر هو لأسباب مرضية لا أكثر ولا أقل نعم أنا أتكلم عن المجلس بنصالح شيء آخر المؤسسة أو مؤسسة يعني المجلس الأمة لابد إعادة النظر في كيفية تشكيله ما يخضعش الانتخابات اللي هو أو ما يسمى بالثلاث الرئاسي الثلاث الرئاسي لأن ماذا وقعه في الثنين لدوتيار أصحاب الرئيسي كرمهم البقية مزاد علني على المقاعد يا براك الله فيك كيف نصلح هذا الجزئية نصلح هو بإعادة النظر نظن هنا كل الشخصيات المعروفة والمرموقة في هذا البلد نحطيها كما هي باقي الدول لا يتم الانتخاب بل من طرف هي مخصصة خلينا نقول كل ما باقي في قضية الإعلام نعم نظن كان وزير جديد الآن هو صحافي ووزير ارتقي بمنوع أن يكون فيها حقيقة أكثر مهنية وكثر احترافية في فئة الإعلام شكرا نقطة تانية لوزير واستثناء لأننا تابع القطاع الإعلام وكذلك التعليم العلم والبحث العلمي سي شي تور نظن كما كان لهذا الأستاذ يتكلم على 2030 هو الآن الجامعة الجزارية هالي يتخلط الأفكار وهالي يتأثر في المجتمع ولوش العكس شكرا شكرا جزيلا دكتور عيد زغلامي أستاذ في الإعلام والاتصال على مشاركتك معنا الأستاذ عبد الرحمن هدف والمستشار في التنمية الاقتصادية شكرا جزيلا وأشكرك جزيلا شكر الأستاذ حمزة بن رشو وأنت محامي ونشط حقوقي شكرا لك مشاهدين شكرا لكم على المتابعة ألقاكم بخير نصبحونا على خير شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة